السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وصباح الخير لكم جميعا رح نبدأ بتحذير هيئة الأرصاد الجوية الألمانية لديفيد ديل دوتشا فيتا دينس اليوم السلساء 18-6-2024 من أمطار غزيرة عواصف حبات برد كبيرة بحجم طابة الجولف في عدة مناطق في ألمانيا وأيضا عواصف قد تصل إلى الأعصار حذرت هيئة الأرصاد الجوية الألمانية لعدة مناطق في ألمانيا بشكل خاص في غرب ووسط ألمانيا وبعدها أيضا إلى شرق ألمانيا في مقاطعات بغندنبوك وفي العاصمة برلين من عواصف وهطول شديد وغزير للأمطار والخطر الأكبر هو من حبات البرد التي تسقط وتكون كبيرة الحجم فلذلك يرجى من كل أحبال بتابعوا القناة الذين يسكنون في هذه المناطق الحذر اليوم من العواصف المتوقعة ومن حبات البرد بشكل خاص على الإنسان إذا كانت فعلاً حجمها كبير وعلى السيارات طبعاً أنا شايف في ألمانيا عدة مرات كيف السيارات لما بتسقط حبات برد كبيرة بتحطم السيارات وتتعوج السيارة كلها أحد الحلول لذلك اللي ممكن الإنسان يستعملها هو أن يحط بطانية فوق السيارة فحاولوا يعني تنتبوا لهذا الموضوع في اليوم بشكل خاص مقاطعة نوردغين بيستفالن غايلند بفالس مناطق من هسن حتى بغندنبوك وبالين أما مناطق شمال ألمانيا فقد تهطل فيها فقط الأمطار ثم تتوقف وفي المناطق الجنوبية في ألمانيا قد تكون أيضاً درجات الحرارة حتى مرتفعة تصل إلى 29 إلى من 29 إلى 32 درجة مئوية فالجو حار وبنفس الوقت ولكن الخوف الأكبر هو من هذه الأمطار الغزيرة وحبات البرد الكبيرة نتمنى للجميع الحزار والسلامة في الموضوع التالي وزيرة التعليم الألمانية بتيناشتاك فاتسينا عن حزب الـ FDP ترفض الاستقالة من منصبها كوزيرة اتحادية للتعليم في ألمانيا بعد أن تم توجيه اللوم لها بسبب قضية المظاهرات التي حدثت في بعض الجامعات الألمانية دعماً للقضية الفلسطينية هناك بشكل خاص أيضاً في برلين كما نعلم فبعض أعضاء الحيئة التدرسية في عدة جامعات ألمانية وجهوا رسالة فيها إلى وزارة التعليم إلى الوزيرة تحديداً يرفضون فيها طريقة التعامل مع طلاب الجامعات بهذا الشكل وأنها مسرح للعلم أو صرح للعلم ولكن الوزارة على ما يبدو بعد هذه الرسالة الموجهة من قبل عديد من أعضاء الهيئة التدرسية الدكاترة في الجامعات للوزارة قاموا بدراسة إمكانية قطع التمويل أو تخفيف التمويل عن بعض الجامعات بسبب مطلب الهيئة التدرسية في هذه الجامعات بعدم الدخول للجامعات عن طريق الشرطة وإخلائها بهذا الشكل ولكن وزيرة التعليم العالي رفضت الاستقالة من منصبها تحت هذا الضغط يعني مجرد إمكانية التفكير بقطع التمويل العلمي عن الجامعات بقولها أنها ليس لها علاقة بما تم وأن من قام بذلك هي السكرتيرة الأولى في وزارة التعليم التي على ما يبدو تم إيقالتها الآن من منصبها بسبب مجرد التفكير يعني بردة فعل يعني كنوع من معاقبة الدكاترة أو أعضاء الهيئة التدرسية على هكذا مطلب بقطع التمويل العلمي عنهم لهذه الجامعات ورفضت وجود أي علاقة لها بهذه القرارات وهي ترفض الاستقالة من منصبها في الموضوع التالي علقة ساخنة بين بولندا وألمانيا لدرجة أن بولندا رفعت الموضوع إلى رئيس وزرائها توسك الذي قرر حتى أن يناقش المستشار الألماني أولاف شولتس بهذه القضية رح نحن نحكي تفاصيل الآن وهي إعادة أو إرجاع بعض عائلة أفغانية لاجئة من ألمانيا إلى بولندا في التفاصيل هي على الشكل التالي التهمة الموجهة للشرطة الألمانية أنهم قاموا بنقل عائلة أفغانية فلشلينجس فاميليم مؤلفة من خمسة أشخاص يعني أب وأم وثلاث أطفال ووضعهم وعبور الحدود ووضعهم داخل حدود بولندا ثم العودة إلى ألمانيا هذه على الأقل التهمة من وجهة نظر بولندا كيف تقوم الشرطة الألمانية بنقل اللاجئين من ألمانيا وإعادتهم إلى بولندا بهذا الشكل ووضعهم هناك داخل أراضي البولندية هذه هي التهمة على الأقل الموجهة رسميا للشرطة الألمانية أنها قامت بهذا الفعل ولكن الشرطة الألمانية قالت أن هذه العائلة وصلوا إليهم وكان معهم أوراق لجوء بولندية والأطفال معهم أيضا أوراق بولندية وهم لم يقوموا بشكل واضح وصريح بطلب اللجوء في ألمانيا فبناء على هذه الأوراق تم التواصل مع السلطات والشرطة البولندية لإخبارها بهذا الموضوع حتى يتم استعادتهم ولكنهم على ما يبدو التجاهل وطلب الشرطة الألمانية فقامت الشرطة الألمانية بنقلهم بسيارة شرطة وعبور الحدود والدخول إلى بولندا وإنزالهم هناك على الطريق بعض الأطفال لم يكن وضعهم بشكل جيد تم التوقف عند صيدلية لتزويدهم بالخدمات الطبية المطلوبة الأم نسيت هاتفها حتى في ألمانيا في مركز الشرطة ثم عادوا إلى مركز الشرطة لعادة الهاتف لها ثم نقلوها مرة رقلوا العائلة إلى الطرف البولندي هذه المعلومات الرسمية المتوفرة على الأقل من الإعلام الرسمي الألماني الشرطة الألمانية قالت أنهم لم يطلوب اللجوء معهم أوراق لجوء بولندية السلطات البولندية لم تسجب لمطلبنا ونحن أعدناهم إلى البلد الذين يحملون أوراقهم هذه القضية أثارت الآن موجة كبيرة وغضب لدى بولندا لدرجة أنهم أوصلوها إلى رئيس وزرائهم ورئيس وزرائهم يرغب مباشرة بالوصول إلى أولوف شولتس والتباحث معه حول هذه القضية أنه لا يمكن أن يتم إعادة الناس بهذا الشكل إلى الحدود الأخرى هذا ما حدث حيث الوقائع لحد الآن الفكرة هي الآن أنه كيف طبعا لا شك أول شيء أنه العائلة إنسانيا هي ضحية قوانين أمور أشياء أخرى طبعا الأهم شيء هو سلامة العائلة والأطفال بالتأكيد ولكن من ناحية أخرى ألمانيا يتم من كل الجهات تقريبا وعلى جميع الحدود كل متراخي في حدوده ويدفع باللاجئين باتجاه ألمانيا وهم يدخلون بعشرات الألاف شهريا ومئات الألاف سنويا إلى ألمانيا عبر هذه الدول تسجيل الناس لذين يعبرون هذه الدول عدة دول في الاتحاد الأوروبي وصولا إلى ألمانيا أن يتم تسجيلهم وأن يقوموا بتقديم طلبات لجوئهم إلى هناك ولكنهم يصلون بمئات الألاف سنويا عام الماضي حوالي 320 ألف طلب لجوء في ألمانيا فقط وهم يعبرون من هذه الدول ويصلون إلى ألمانيا ومنعرف أيضا حتى يعني رسميا يعني يتم الحديث عن أن روسيا أيضا تضغط على ألمانيا عن طريق بلاروسيا تم استجلاب اللاجئين ودفعهم تجاه حدود بولندية ومنها يصلون إلى ألمانيا وبالآلاف عندما قامت شرطة الألمانية بهذا قد يكون قانونيا خطأ يعني لا نعلم ذلك يعني سيتم بحث الموضوع من قبل الشرطة الألمانية ولكن قامت الدنيا ولم تقعد من أجل خمسة أشخاص لم يحتملوا أن يبقوا داخل حدودين بولندا معروفة من الدول التي لا ترغب باستقبال اللاجئين خاصة من دول الشرق الأوسط بشكل خاص وكذلك هنغاريا كما نعلم ولكن عندما لأول مرة يعني يحدث هكذا شيء يتم الضغط على ألمانيا لدرجة أنهم يريدون أن يوصلوها إلى المستشار الألماني ألمانيا دائما من باب إنساني تحمل الأعباء عن اليونان عن إيطاليا عن العديد من الدول فرنسا كذلك يعني بيتم عندما تكون هناك موجة كبيرة أعداد كبيرة سفينة كبيرة محملة باللاجئين إيطاريا ترفض استقبالهم أو أن يرسوا على الموانئ الإيطالية ألمانيا وفرنسا عادة يتدخلون ويقومون بجلبهم إلى ألمانيا واستقبالهم هنا في ألمانيا ولكن بأجل العائلة من خمسة أشخاص قامت الدنيا على ألمانيا الآن بهذا الشكل بتمنى أسمع وجهة نظركم أيضا بهذا الموضوع طبعا مع التقدير يعني الإنساني للعائلة طبعا العائلة هي ضحية أشياء قانونية الآن بين دولتين ليس لهم أي زم بما حدث ولكن الآن الوضع بين الدولتين بهذا الشكل لدرجة أن بولندا تريد حتى أن تصير هذا الموضوع في الاتحاد الأوروبي والاجتماع القادم في الموضوع التالي ألمانيا تقوم بتسليح نفسها ولأول مرة منذ زمن طويل الآن الإنفاق العسكري على تسليح الجيش الألماني أو الإنفاق العسكري من الموازنة العامة تجاوز نسبة الاثنين بالمئة المطلوبة من قبل حلف الناتو كما نعلم في عام 2014 تم الاتفاق على أن يقوم جميع أعضاء دول ناتو برفع موازناتهم العسكرية إلى 2% على الأقل من الناتج المحلي الكلي والآن تأخرت العديد من الدول معظم الدول لا تفي بهذا الطلب الولايات المتحدة الأمريكية دائما تضغط على دول ناتو الأوروبية بشكل خاص أن يقوم برفع موازناتهم العسكرية لأن أمريكا لم تعد قادرة على حماية أوروبا والإنفاق العسكري الضخم والهائل لأمريكا لحماية أوروبا فهي طالبوا الدول العضاء الأوروبيين في حلف الناتو أيضا برفع موازناتهم العسكرية ألمانيا اتخذت هذا القرار كما نعلم وخاصة بعد الآن هجوم الروسي على أوكرانيا فالآن لأول مرة التقديرات تقول أن ألمانيا وصل الآن إنفاق العسكري إلى 2.12% تحديدا حتى تتجاوز ونسبة الـ 2% والمبلغ الكلي بالتالي هو 90.6 مليار يورو تم إنفاقها من الموازن العامي على إعادة تسليح وبناء الجيش الألماني والإنفاق العسكري إذن ألمانيا وصلت الآن إلى الهدف والموضوع واضح يعني ألمانيا الآن بهذا الوصول إلى هذه النسبة العالية لأن الإنفاق العسكري لديها هدفين رئيسيين أولا تحقيق أيضا وعودها والمطلوب منها أيضا ضمن حلف الناتو بالوصول إلى 2% من الناتج المحلي الكلي أمام الولايات المتحدة الأمريكية ومن ناحية أخرى أيضا هي رسالة لروسيا أن ألمانيا جادة في إعادة تسليح نفسها وبناء جيشها وقدرتها على الدفاع عن نفسها كما يقال دائما على مبدأ أن خير وسيلة لمنع الحرب هو الاستعداد للحرب في الموضوع التالي ازدياد الضغط الآن أيضا من قبل عدة مقاطعات ألمانية لفرض ضريبة على المشروبات السكرية التي فيها نسبة عالية من السكر كما نعلم وزير الزراعة والتغذية الألمانية جيم أزديمير عن حزب الخضر ناقش هذا الموضوع عدة مرات أن الصناعات والشركات تقوم بتصنيع مشروبات سكرية فيها نسبة سكر عالية وهو شيء مضر بالصحة يتسبب بعدة أمراض منها الأديبوسيتاس السمنة الزائدة أو الديابيتس تيوب 2 السكر للنوع الثاني أو أمراض الهاتس كايسلا وفي أكانكم أيضا أمراض القلب والدوران هذا الإنسان مما يشكل على المدى الطويل أيضا أعباء إضافية وتكاليف إضافية على شركات التأمين الصحي وعلى صحية الإنسان فطالب عدة مرات بأن تقوم الشركات بتخفيض نسبة السكر في المشروبات من ناحية ومن ناحية أخرى أيضا المطالب بفرض ضريبة على نسبة السكر العالية في المشروبات اللي بيكون فيها نسبة السكر العالية أن يتم أن يدفعوا ضريبة إضافية ولكن هذا الموضوع لم يتحول لحد الآن إلى قانون أن يتم فرض هذه الضريبة على الشركات لأن حزب الـ FDP أحد الحزاب الثلاثة الحاكمة حاليا في ألمانيا معارض لهذه الفكرة والآن جاء تأييد كبير لوزير أيضا جيم أسديمير وزير الزراعة والتغذية في ألمانيا من قبل عدة مقاطعات منها بغندنبوك، بغيمن، هامبوك، ميكلنبوك، فوربامان، نيدا زاكسن، غيلاند فالس، زاكسن، تورينين، وزايلاند الذين يؤيدون الآن ويضغطون على الحكومة المركزية لتقوم باتخاذ هكذا إجراء أيضا بناءً على توصيات منظمة الصحة العالمية الـ VHAO لفرض ضريبة هذه الضريبة موجودة في أحد الدول في بريطانيا بنسبة 20% على المشروبات التي فيها نسبة سكر عالية وبالمثل يتم المطالبة بفرض أيضا هذه الضريبة على الشركات في ألمانيا بعض الشركات قالت أنها ترغب هي بنفسها من تلقاء نفسها دون الضغط عليها أو أن يتم فرض ضرائب إضافية عليهم بتخفيض نسبة السكر في مشروباتهم ولكن هذا لم ينجح بشكل جيد لحد الآن فلذلك الضغط أكبر الآن لفرض ضريبة على المشروبات التي فيها نسبة عالية من السكر وهيكم يكون عملنا جولة على هم المعلوماتنا المعنية تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته